عملنا مقارنة بين بيتسو وموسيماني واحد صاحب خبرة أنا بكلم عن مستوى دوري منافسات دوري الأبطال بحقق البطولة مع سانداونز وحقق البطولة مع النادي الأهلي شايف زي كل مدير فني بصص اللقاء وازاي هيتعامل مع الفريق الخاص هو كل مدير فني بيربح في البطولة التالتة الأفريقية ليه موسيماني أخدها مرتين مرة مع سانداونز ومرة مع النادي الأهلي معيني الشعباني أخدها مرتين فالتنين عندهم رغبة أن هم ياخدوا تالت دوري أبطال أفريقيا في السجل بتاعه دي نقطة مهمة جدا موسيماني بيتفوق عليه أنه هو طبعا أخد السوبر الأفريقي مرتين مرة مع سانداونز ومرة مع النادي الأهلي معيني الشعباني ما أخدهاش ولا مرة أخد برونزيج كاس عالم مع النادي الأهلي أخد الدوري موسيماني خمس مرات دوري جنوب أفريقيا أخد كاس جنوب أفريقيا مرتين في كاس اسمه نيت بنك برضو بده في دوري جنوب أفريقيا أخده مرتين فلما تعد عدد بطولات موسيماني هتلاقيها تلاتاشر بطولة زائد برونزيج كاس العالم تمان بطولة برضو بطولة طبعا تلاتاشر بطولة زائد برونزيج كاس العالم لما نقارنها بمعيني الشعباني كان بطولة تمن بطولات إذن أنت بتقابل فرقة عندها مدرب إلى حد ما عنده خبرات أنا مش بقول أنه مدرب يعني هو مش جيد أو تكتيكيا وكل أمانة ولكن هو عنده خبرات بدأ يحفظ الفرقة الأفريقية خلاص حفظها عنده خبرات المتشاط بقى عارف إزاي لما بيجي الكاهرة هيلعب إزاي النادي الأهلي إيه النادي الزمالك إيه مثلا لما جي لعبه بقى عارف الكدرات خلاص وعنده خبرة لكن هو تكتيكيا أعتقد أنه مش زي موسيماني لا موسيماني أفضل مدرب في أفريقيا على المستوى التكتيكي يعني أفضل مدرب في الكارة داخل الكارة الأفريقية حاليا هو بيتسو موسيماني بالأرقام بقى بالنتائج بالأداء ممكن يكون الأداء آه عشان في بعض الأداء نوعا ما ولكن أنت لما مدر بيجي في ست شهور يجيب لك برونزي الكاس عالم ويجيب لك دوري ويجيب لك كاس ويجيب لك كاس السوبر الأفريقي ويمشي كويس في الدوري ويعمل الأداء ده أعتقد أنه كمان كل المباريات يعني ميزة بيتسو موسيماني تحديدا بشوفه بيتسو موسيماني عكس فايلر بيتسو موسيماني مستو إيه مستو أنه هو بيذاكر الفرق المنافسة بشكل ممتاز جدا 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 يعني إيه فايلر كان بيشتغل على النادي الأهلي أكتر يعني شغله أن أنا مثلا شوف لي أرقام رمضان صفحي شوف لي أرقام حسين الشحات التحركات بتاعتهم شغله فايلر كان على النادي الأهلي بس بيتسو موسيماني لأ بيركز جدا في التفاصيل الصغيرة عند الفرق يعني هو في موتش نهضة بركان مثلا البعض مثلا يقول لك هو موسيماني مدرب دفاعي ولا مدرب هجومي لا هو جماعة مدرب واقعي عنده مميزات تكتكية بيشوف الفرق إيه اللي قدامه وحيلعب عليها حديكم حدي الحضاك مثال تمام أول مثال موتش اللي هو سندونز اللي احنا لعبنا هنا على ملعبنا إزاي مثلا كله يقول لك إزاي لعبنا دفاعي موتش دفاعي ما إحنا لو كنا لعبنا موتش هجومي هم بصراحة عندهم سرعات وعندهم إمكانيات سواء سورينو سواء زوانيه سواء بيتر شيلول التلاتة اللي قدام كانوا هيتعبونا وبالتالي ده قدرات مدرب ذاكر المنافس صح قدر ان هو يقفل ويلعب على الهجمة المرتدة طيب تعال نشوف مباراة فيتا كلوب هناك لما لعب اربعة اربعة اتنين باتنين مهاجمين طب ما اللي يشوف كده يقول ده مدرب موسيماني مدرب هجومي فهو الموضوع مش مدرب هجومي ولا مدرب دفاعي هو الموضوع ان الرجل ده تكتيكي واقعي بيشوف بيذاكر صح معاتنين محللين اداء شطار جدا بيدولوا الداتا بشكل كويس جدا وبيلعب على نقاط الضعف بتاعت المنافسين ده وجهة ناظر يعني بيتس موسيماني بالتأكيد يا تفوق عنده خبرات افريقية كبيرة وان شاء الله يعني رشحنا باذن الله للنهاء مشوار الترجي في دوري الابطال انا ممكن ما تبعتوش في الدوري بصراحة يعني عرفت انه حصل الدوري من بادري اه لكن ما تبعتوش ما تبعتوش ماتشاط يعني انا مش من هوات الدوري التونسي لكن كنت حريص تلت فرق كنت بتبع مع ماتشاطهم في دوري ابطال افريقيا سانداونز الوداد الترجي لاحساسي انه تلت فرق دول هم اللي هيوصلوا و هيكملوا معانا وبالتالي ومنهم ممكن يكون منافسين محتملين هنا في مشوارنا في البطولة فكنت دايما حريصة انها تبعهم